أوقات بيخطر على بالي أنه لازم اختفل قلت أنه يمكن هذا أحلى الشيء أنا عملته لهلأ من 24 سنة إلى هلأ النسيان يخرج سرين عبد النور من إحدادها على وليدتها بس النسيان يمكن يكون أصعب مهمة أنه أنا حزينة بس من نفس الوقت أنا بدي أطلع وشوف الناس وكمل شغلي وكون قوية قدام أولادي وصية أكيد أكيد في وصاية قلتلي يمن كتير وأولاً أنه أنا وينما كنت رح كون موجودة يحد ديك وهالوصية من والدة سرين عبد النور اللي توفت قبل أسابيع كانت الدافع الأكبر لسرين حتى ترجع تلتقي بجمهورها من جديد وما كان في أهم منها المناسبة بالنسبة إلها كونها عم تحتفل بإطلاق مسلسلها الجديدة لنسيان في مصر النسيان هو عمل من 15 حلقة أنا كتير مبسوطة وفخورة فيه يعني أنا أصحابي الأنتيم قلتنوا يمكن هذا أحلى الشيء أنا عملته لهلأ من 24 سنة إلى هلأ وبهال مسلسل بترجع سرين للتمثيل بعد ما غابت سنتين عن الدراما دوري يعني بكرة أنتوا رح تحضروا وتشوفوا مسيحة التمثيل قديم همي وقديم همي عند الممثل أنه يوماً ما مش يمثل بس أصص الكممرشل يعني العائل هيك جماهيرية أنه كمين يمثل أصص تقيلة إلى هدف يعني بيقولوا النسيان لامي بس النسيان يمكن يكون أصعب مهمة وهالمسلسل كمان بيشكل عودة لقيس الشيخ نجيب للدراما العربية بعد ما ركز بآخر سنتين على المسلسلات التركية المعربة سنقيت قيس كتير حلوة لأنه بالكواليس كنت كتير حلوة وإن شاء الله أكيد يعني إذا من الكواليس كنت لقات حلوة فيها كتير احترام وفيها دعم كل واحد للتاني أكيد سيبين هذا الموضوع بس قيس ما قدر أنه يحضر حفل الإطلاق بسبب حداده على والدته اللي توفت قبل أيام أنا وجهت له كلمة وأنا عايزة أقول أنه لسه يعني أنا من 40 يوم كمان توفت والدتي وبعد ما صار و40 يوم يعني هجمها كتير صعب الإحساس وما فينا خبرك قده هيك بتحس بيحرب بينك وبين مشاعرك جوا قلبك أنه أنا حزينة بس من نفس الوقت أنا بدي أطلع وشوف الناس وكمل شغلي وكون قوية قدام ولادي بدي أقول أنه الله يخلي إمات كل الناس وقالله يرحم كل والدي توفيت وبعزي أكيد قايس وقالله يقويه يختار على بالي أنه لازم يختفي وبيشارك به المسلسل أيضا كارول الحاج ويورجو شالهوب وندى أبو فرحات بشخصية صعبة وجديدة عليها تعاني مشاكل كثير صعبة ونفس الوقت عم تفي بريزنتر وعم تحكي للعالم أنه كيف يحلوا مشاكلا بقولك ما تعملي هيك وجار بيكوني بوزطر وأنا بكون محروق سلافة بكون متضايقة كتير وبكون عم بعمل عكس ما عم بنصح فهيدي هي كانت شخصيتي وهالعمل كان منتظر عن جبهور سيرين وقيس كونه كان مفروض ينعرض برمضان 2024 إلا أنه خرج من المنافسة الرمضانية باللحظات الأخيرة أنا إنسانة كتير مؤمنة بقول مثل مقلب يريد يعني دايما بقول لي تاكل بشي قتربنا إذا هو هيك رايد بيكون أحسن وبيعتقد أنه اليوم وجودة هون أكد لي أنه أنا أوقف معكم وأحكي معكم وإرجاء ألتقي فيكم دعاي للمسلسل أحسن أنه نينزل بكل هالمنافسة الموجودة وين نعرض وقايمتها نعرض ما كتير أنا بهمني بهمني بس ينعرض إذا حبوا العالم رح أنا أكيد هيحبه أول مرة بحكي عن عمل إجمالا ما بقول إجمالا بقول إنه إن شاء الله يحبه لا أنا أكيد هيحبه الموضوع كتير حلو شفتها كانت واقفي وراء الشباك فحكاية العمل بتحمل مأساة كبيرة بحياة أبطالها هي القصة أنه امرأة مثقفة تفقد ولادة تفقد ولادة كيف؟ هون السؤال أنه هل هني ميتوا هل هني نخطفوا هل هني وين راح ولادة يعني هي بتقضي 15 حلقة عم تجري بتسمع ومتجري بتفتش لنوصل للنهاية هل هني فعلا ميتوا مثل ما خبروها ولادة أو هني نخطفوا أو هي رح تلاقيهم أولاء يعني تخيلي أنه أنا أم وبعرف يعني هل أنا عم بحكيك هيك بحس عرفتي إذا بيدقوا شوكي ابني أو بنتي بزعل كيف أنك تتطلع مثل أولادك تعبت من هذا الكابوس اللي معيشي حالك فيه وصلك معيشتين فيه سنين